وساط ازدياد الحوادث المرورية مواطنون يطالبون بالوقوف عند اسبابها ومعالجتها الشرطة المجتمعية في واسط بالتعاون مع كلية الاداب تقيم ندوى لمناقشة ظاهرة التسول والسبل معالجتها منتسب جريح في القوات المسلحة يبتكر جهاز لمضاعفة الطاقة الكهربائية ويستمر في البحث عن حل اسمة الطاقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي شاشة الفرات الفضائية متابعي صوت عراقي مباشرة الآن على الشاشة وعلى المنصات اللي تظهر أمامكم بالإمكان التواصل مع الرقم اللي يظهر بالأسفل من موضوع الحوادث المرورية واسباب الحوادث المرورية عدم الالتزام بالقوانين منها السير عكس الاتجاه فمن ذي قارن تابع هذه الظاهرة اللي وصلت من مواطنين يطالبون بوضع دورية الشرطة حتى تمنح هذه التصرفات والممارسات الخاطئة اللي دا تتسبب بالكوانث المرورية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لها اسباب كثيرة من نتائجها أكيد الموت فقبل أن نبدأ بموضوعها ورسالتنا اللي اليوم احنا في محافظة ميسان وتحديدا في علي الغربي شاب بالطريق الرئيس طريق بغداد ساعة ستوتة وصار حادث فالشاب توفى وبقع الشارع فترة من الزمن ليه اشيان هاي القضية اللي تعفوها ونعرفها كنا الناس تخاف توصل يمنا إلى أن يجوي أهل الخير وشاله والجثة للأسف من يعني هذه النتائج نحن دنشوف الكثير سبب بيام ما تكلمنا به خصوصا في صوت عراقي سرعة مفرطة عدم الانتباه للشارع سير عكس الاتجاه ملتهي السايق بتليفونه لو ملتهي سولف فاليوم صوت عراقي استطلع آراء المواطنين بخصوص هذه الظاهرة وأسبابها رح نتابع رسالة ليات الزميل الحمد الكاظر طيب لكم مشاهدين الأكارم رسالتنا لهذا اليوم رح تكون حول ظاهرة كثرة الحوادث المنتشرة بشكل كبير في العاون الأخيرة رح نستطلع آراء بعض ساقين مرتبات ونشوف شون الأسباب اللي تأدي للحوادث خليكم بيانا شغلة الحوادث هاي الكثيرة سارة بالشارع نحن ما نقول كله والله صوت أبو الشارجر صوت أبو الأوباما صوت فلان صوت علان شارع حتى ما عندك نظيف طبعا يتوازيط وببطسطة قاعدة هاي رنقلوب ماتت العالم أو السرعة عملتهم أبو اللوري خب أبو اللوري إذا لزم السايد اليسراء مايفوكه له تجيب له عراضة عراضة تجيب له مايفوكه لسايد اليسراء يابا ليش لو أقب بالشوارع قاطع مرور كل مرابطة مرابطة هاي سويها يوقف أبو اللوري لزم سايد اليسر رطبوك غرمه مثل ما هو أقف ناس تمشي سرعة ويعني مو سواق يعني انت مثل الشارع هذا تعرف مثل تمشي به ثمانين تمشي به سبعين لا كلها عده تم رع ما رايس قولتهن ما يصير هذا الحجب مية وستين مية واثمانين ميتين ما قول أنا أقول يمشي المشي المعقول عدك شارع مفتوح يمشي تعرف هذا الشارع به مثل ازدحام وشغلات ما عمشي حتى تحافظ على سلامة الناس الصعدوية كل بالشارع شن سيارة تعبر من ذاكة السايد لهذا السايد وتقتل لها بعد تشم نفر ليش أهم شي واحد يمشي يتأنى بالسرعة موسيقى الشوارع تعباني وصل حوادد سيارات كثرة تبدأ يصل حوادد وأكو عالم ما عندها جاهزة ويضطع للشارع وتعرف السرعة أنت بعد ما شاء الله كلها طلسات وحوادث صير من خير من أقل يعني شو سوى شو سوى بهالحال أنت السبب الحوادث بالأوان الأخيرة هي استيراد السيارات لأن ضوابط ماكو التاجر يجيب الدولة تستورد فوضى حقيقة فوضى ما عندنا قانون وخاصة هذا القانون الأخير هسا قبل عندنا قانون هسا تريد تستور السيارة تغيير سقطة سيارة الدولة هسا المرور هي حد هي تبع المرور الأرقام الحوادث يا أخوي الحوادث أني من وراء التكاتف زين وشوارع ضايقة سياراته هواي رئيسية هسا أنت عندك هاي الرئيسية موال التاجي روح شوفها روح شوفها يعني دبابة ما تطبيها الله وكيلة يعني شارع ما ينطبي أبد زين وهي سبب هاي الحوادث زين ضيق الشارع استحام مدر شنو وأنا واحد من الناس أجبرون أنا موال التاج أنا واحد من الناس أجبرون زين هاي سبب الحوادث يعني هاي من تجبرون ربه للصرح هذا إذن بعد ما شاهدنا آراس أقية المركبات بخصوص ظاهرة انتشار الحوادث في الآونة الأخيرة وهذه الظهرة بحاجة إلى تطبيق القانون من قبل الجهات المعنية وأيضا إكمال الشوارع وتوسعتها وتبقى المسؤولية الكبيرة على سائقية المركبات على ضرورة الالتزام بالسرعة المعقولة حتى نتخلص من هذه الظاهرة وصلنا إياكم لختام جولتنا لهذا اليوم طبعا بعد قليل إن شاء الله يتأمن الاتصال مع العميد الدكتور زياد القيسي مدير علاقات وإعلام المرور العامة حتى نتكلم بشكل أكثر ويتكلم سيادة العميد عن أسباب الحوادث المرورية وطرق معالجتها إذا آنيا وإذا في المستقبل سيادة العميد السلام عليكم الله وبركاته أهلا بحضرتك سرعة المفرطة أحد أهم أسباب الحوادث المرورية شلون نحج من هذه القضية شكرا جزيلا من قناتكم الكريمة لتصليط الضوء على هذا الموضوع حقيقة أسباب الحوادث هي ثلاثة تتخص بالمركبة والسائق والطريق بالنسبة للسرعة فهي أحدى مشاكل سائقي المركبات الذين يقودون مركباته بشكل سريع جدا أو بتهور وضعونه وقد خصف القانون المروري رقم 8 لسنة 2019 مخالفة لهذا الموضوع بغرامة مالية أختي العزيزة اليوم كيف نحدد من هذه السرعة يرادلنا مجالين أول مجال هو مجال التوعية واتخذت مديرية المرور العامة برنامج توعية كامل في كافة الجامعات والمعاهد والمدارس وكذلك استثمار القنوات الفضائية واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي بهذا البرنامج وهو برنامج التوعية والتسقيف الشغلة الأخرى نجأت مديرية المرور العامة إلى اقتماد السياسات الحديثة بإنشاء الله كاميرات المراقبة اللي حاليا في بغداد بالتعاون مع محافظة بغداد توجد كاميرات مراقبة نعم كذلك التنسيق مع دائرة الطرق والجسور لتأسيس الطريق لأن تأسيس الطريق الداخلي الطرق الداخلية تؤسس من قبل أمانة بغداد وبلديات المحافظات أما الطرق السريعة والخارجية فتأسيسها يكون من مديرية الطرق أو دائرة الطرق والجسور التابعة إلى وزارة الإسكان والإعمار اليوم أكو تنسيق عالي بهذا الموضوع ننتظر الأثمة الحكومية لوضع رادارات السرعة وكاميرات المراقبة التي تراقب سائل المركبات الذين يفقودون مركباتهم بسرعة شديدة أيضا غرامات دكتور زياد نعم نعم غرامة على السرعة أددها الخانون طيب بخصوص وضع كاميرات على الطرق الرئيسة نعم 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 أكو خطط مستقبلية نعم أكو خطط مستقبلية نعم أكيد خطط مستقبلية وتنسيق جدا عالي مع وزارة الإسكان والإعمار بخصوص تأتيس الطريق بكاميرات المراسبة كذلك الرادارات لكن يعتمد هذا على الحكومة الألكترونية ليصار إلى تثبيت هذه الكاميرات والرادارات على الطريق طيب ردة حضرتك تحشي على أسباب السرعة أسباب الحوادف البرورية مثل ما قلنا أنه واحدة من عندها تتلخص بالسائخ السائخ أختي العزيزة هو سبب رئيسي يعني ننطل السائخ نحن بحوالي 70 إلى 75% من مشكلة السائخ يعني السائخ أولا السياقة بسرعة شديدة السياقة بتهور ورعونة الاجتياز من جهة اليمين استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة كذلك اللهو واللعب مع الأشخاص الراكمين معه وبالأخص سيارات الأجرة السياقة ليلاً مع عدم وجود الإنارة الليلية في بعض الشوارع اللي يدخل تأسيس الطريق كذلك قسم من السائقين هم السبب لانقلاب والمركبات والحوادث الأخرى من خلال استخدام اللايت الزينون أو اللايت العالي كذلك قسم من السائقين يقودون مركباتهم بتأثير المخدر أو المسكر أو النعاز هذه كلها تنصب بمرحلة السائق هذه هي أسباب الحوادث اللي تتلخص بالسائق أما المركبة والطريق الطريق أغلب مرة نقول أغلب خمسين بالمئة من الطرق يرادلها تعبيد ويرادلها إكساء وتصليح التخسفات ووضع السياج الأمني قسم من المركبات وهذه هم ترجع على الساعة اللي يقود مركبته عكس اتجاه السياج يعني اللي يلاحظ أكو قطع في أي طريق خارجي هذا القطع من جراء حفريات أو تصليح طريق أو إكتاء قسم من السائقين ما يأخذ التحويلة اللي أنت هي أمانة العاصمة أو دائرة الطرق والجسور شي سوي خاف عن مركبة مالتي يطلع وين يطلع عكس السير وبالتالي عكس السير يسبب كوارث طبعا حوادث وكوارث نعم ولذلك نشوف أنه قسم من سائقي المركبات يوصلون إلى حد الوفاة وهذه الوفاة طبعا يعني هو اللي يتوسف من هو عراقي وبالتالي أخويا وأخوك طبعا وإلى آخره فإحنا الناشد السائقين من خلال قناتكم أنه يلتزمون بالسرعة المقربة جد سيادة العميد جد المستوى السرعة المسموح به أختي العزيزة طرق السريعة هذا معروف عليها طرق السريعة أخاف أنه أحد ما يعرفها طبعا 80 120 نعم طرق السريعة 80 120 طيب طيب هذا لكن إحنا اللاحة في بعض الأحيان قسم من سائقين مركبات يعني أنا شخصيا في أحد السفرات خلي نقول إلى أحد المناطق نعم اللي خارج بغدال باتجاه معين فعدت ويا صاحب سيارة أجرع نعم نوع من أنواع السيارات الحديثة لزم الهاتف من صعدنا من النهضة هاي مشاكل هاي كنا نعاني من هاي المشكلة سيادة العميد وصل وصل لسل يمانية هو لا نعطل الهاتف النفع صح ويسوق بسرعة يعني لو ماشي 150 كانوا رتاحه كله وراء فوق 160 بحيث المواطن العراقي ايه والله المواطن العراقي اللي يروح هو وعائلته يمشي 100 120 يوصل بستة عاد هو وصلنا بثلت ساعة على حساب حياة الناس اه على حساب حياة الناس اذا اليوم السائق هو المسؤول الاول والاخير عن الحوادث المرورية لان 70% هو سبب من اسباب الحوادث اشكركم سيادة العميد الدكتور زياد القيسي مدير علاقات وعلام المرور العامة شكرا اهلا بكم وبخناتكم الكريم شكرا جزيلا من واسط الشرطة المجتمعية بالتعاون مع جامعة واسط اقامت ندوة لمناقشة ظاهرة التسول اللي تعتبر عافة اجتماعية خطيرة وناقشت ايضا سبل مكافحة هذه الظاهرة نتابع الرسالة ليعتزمي فالح السلام عليكم سادتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته نرحب بكم اجمل ترحيب من هنا من محافظة واسط حيث تقيم الشرطة المجتمعية ندوة عن التسول واضراره كآفة اجتماعية يجب معالجتها والحد من انعكاساتها السلبية على واقع الاسر والطفولة فابقوا معنا في هذه الرسالة من داخل هذه النجوة تعرضنا من خلال هذه النجوة واجباتنا وعملنا والتنسيق العالم بيننا وبين المفارز التي تشكل من قبل قيادة شرطة محافظة واسط واجباتنا الاساسية متابعة هكذا حالات وقدرنا ان نشخص اكثر من حالة وقدرنا ان نعرض من خلالها افلام مثائقية خص واجباتنا ومفارز لتجول على هكذا حالات هناك كان استجابة من الرخوة الحضور في هذه النجوة استفسار عن المواد القانونية ومن خلالها قدرنا نرفع توصيات لغرض اتخاذ اجراءات مستقبلية في هذا الخصوص من الجانب القانوني والجانب الاجتماعي ليلقاء الضو على جوانب هذه الظاهرة ودراسة أسبابها وتداعياتها وآثارها وتوصلنا الى وضع معالجات للحد من خطورة هذه الظاهرة ومن ضمنها المسؤولية تكافلية تضامنية تحتاج وقفة جادة من جميع أفراد المجتمع أضافة الى الموقف الرسمي من كل الدوائر المختصة وإعادة النظر بإيجاد دوائر لبرامج عادة وتهييل هؤلاء المتجمع اشتركوا في القناة المتجمع 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 ولكن تبقى هي ظاهرة ليست فقط في مدينة الكوت وإنما في جميع مدن العراق وإيضا حتى العالم بظاهرة التسول في بعض الأحيان نرى أن هناك ناس معوزين فعلا لا يستطعون توفير قط يومهم يلجأون إلى هذه الوسيلة ولكن بعض منهم يعانون من مرض نفسي خطير لا يستطيعون إلا أن يتسولوا حتى لو كانوا يملكون قوتة يومهم وكانوا يسكنون في بيوت مرفقة هذه الظاهرة هي أخذت بالتزايد في المحافظة سواء كان لأسبابها الفقر هو أيضا للمعوزين المادين أو كأسباب للمهنة فبالتالي هي أخذت بالتزايد ونناحظ أنه الفقراء موجودين في جميع الأماكن وخاصة الشوارع والأركان والتقاطعات اليوم نسلط الضوء على معالجة هذه المظاهرة ونرفع التوصيات إلى المسؤولين إلى شرطة المجتمعية وإلى قائد المحافظة وأيضا إلى الوزارة التعليم ومزارة الداخلية هذه التوصيات أنه نتمنى أن تكون وتحظى بالاهتمام والقبول وأيضا المعالجة الآنية والمعالجة الواقعية الميدانية عندنا مناشد عبر الهاتف سلام عليكم علي سلام عليكم وعليكم سلام الله أهلا بك علي الله يحبكم إن شاء الله أنا على هو إن شاء الله أهلا بك نعم أنا بالبداية أشكر قناة الفرات وأشكر ست التوصيات اللي من خلالها نقدر نوصل صوتنا للجهات المعني والمسؤولين تبدللون علي تفضل أنا حارس أمني بحق للاحدة بالنسطين اللي بلكوتو بوطف نعم صراحة للمرة الثانية وعن طريق من خلال قناة الفرات أو الصوت صوتي زي تلمرة قالوا أنت المفوض نافك بكل إجراء لازم أنا مفتوفة أخدي مفتوفة من الحرات الأمنيين ولازم نرجعك بقرب وقت يعني أنت من المتأذين من الدخان وتغلتك يعني لازم نعطب لها جراسة أو سريع من الصلاة للقناة سوم استجابوا للمناشدة ماتي بس من ذات اليوم من هذا اليوم تقريباً صالها تسعة تشهر بس إي وإي واستجابنا وإن شاء الله وتتجلق لحد ما طلع الوزير أحسان عبد الجبار ولحد الآن كل شمار يعني إحنا وصلت إلى درجة وصلت إلى درجة نبيع الكنتور ونبيع البوكي ونبيع ملابسة حتى نقدر نعيش الله حول الله فأنت هسا شو تريد علي؟ هسا أنا فقط تريد العودة يعني يعني ما كفرت أنا ما كفرت صار عنده ضرب صحي وتأثرت عنه داون فتحوني يعني يعني والله العظيم أنا هسا المشكلة جزيش من المشكلة أنا ثلاث كيلوات عني شركة إذا صار الهوى شرجي ما فيها بالعام بالعام إذا صار الهوى شرجي لازم آني أروح لمقرباي مسافة 20 كيلو أروح أسكن يومهم لأن الشرجي الغاز يكتلنه ما ما نقصان ما نقصان يعني عنده أطفال وعنده مرأة مريضة أطفال الحجم ما يصير الهوى شمال أرجع البيت آني حال أول معاناته أول ضرر وأول مصيبة يعني ما ما صار أبصار يكبني آني أريد يعني لا نحكم إعدارية لا وزير ما ناشدنا لا وزير نحوظ لا رئيس وزراء يا رئيس وزراء يجي نتأمل خير وكان ما قال لكل شو ما يكو بس التصريحات الوزير بس التصريحات بس وقت نريد نشوف شي ملموت بس وقت نعيز حياة كريمة مثل باقي الدول بس وقت نقول إحنا أوادم يعني يعني ماكو داعي علي أنت حقك وظروف أحيانا تكون صعبة تجبر الإنسان أنه يطلع منطرة هي شي إحنا بس بس عندي أربعة أطفال أنا فهمك والله والله فهمك أنا على أسر تقولي الشغلة أنا عندي أربعة أطفال والقرآن هالثان عندي هذا ابني بحظني مريض ما أقدر أخذ المستشفان عندي جواعيد 3000 دينار والله كروسيانا ما تكفيني وخليسمعني وزير النفط الجديد وخليسمعني رئيس وزراء عد 3000 دينار لا أقدر أعالي ولا أقدر يوصنك أروح يا الله هستيقل لي لشي سوق هاي الحال أريد الحل من يوم من يوم من الجهات المعنية أنتنا أقول صلى عليكم وتوفقوا هذا واجب ما عليكم حسي المناشرة إلم الوزارة النفط الوزارة النفط أنا حارس أمني أنا نصف الوسط طال من أبيض 11 لهذا اليوم مناشد نتوسل يا معودين رحم الله والديكم ما خلينا ما دقينا شنو إحنا معراقيين ما نحاك علي إن شاء الله نبقى وياك علي نحاول أن نوصل هذه المناشدة لوزارة وزارة النفط أي والله أي والله لأن أنا تعبت والصراحة أنه أنا ناوة خلص من حيات وخلص من هل لا تنسوا أنت عندك عائلة بلها اليأس هذا إذا هي العائلة هي العائلة يأس بها الطريقة العائلة الباقي شون نذنبها علي موهي شلحل شلحل ما حاجث معنا ما حاجث معنا ما حاجث معنا شلحل شنو الطريقة ننسويها يوصل إن شاء الله صوتك علي نجهد نجهد باب الوجارة حان الحيوانات لا حشاك حشاك علي حشاك أنا أشك لا تقول لي نحنا هواي وأجدر وزارة النفط أنا نفر واحد بواسط أنا نفر واحد حقك ش تقول حقك علي ش تقول حقك نتمنى من وزارة النفط أن تسمع مناشدة أو توصل لها مناشدة الأخ علي اللي إضاق به الحال وإن شاء الله رب العباد يعني رؤوف رحيم بالحال وإن شاء الله الحال يتغير إلى أفضل الأحوال حالك يا علي إن شاء الله أشكرك لا حول الله أحد المنتسبين بالقوات المسلحة جريح عنده ابتكار عنده واحد بالابتكارات واضح اللي تتعلق بالطاقة الكهربائية ومن ابتكارات الجهاز لمضاعفة الطاقة بالابتكارات الجهاز تابا اشتركوا في القناة لكن هو الآن بالواجب فنحن نتصل عليه المنطقة اللي هو بيها منطقة نائية فماكو شبكة فنحن نحاول إن شاء الله من يرجع إذا الله راد وسهل نحاول أنه نسوي له رسالة ونحاول أنه يكون ضيفنا في صوت عراقي وطبعا هذا مو الابتكار الوحيد يبدو أنه عنده ابتكارات أخرى فنحاول أنه نلتقي به بأقرب وقته إن شاء الله صوت عراقي لهذا اليوم ينتهي شكرا لمتابعتكم سلام عليكم ورحمة الله قبل أنسى طبعا إذا تسمحوا لي تمام سمح لي طبعا تمام اليوم مخرج حلقتنا محمد الحسن كالمعتاد مع دورنام الصوت عراقي تحياتي وأحب أبارك للأخ العزيز علي أسعد الغزي دخول القفص الدهبي وإن شاء الله كل التوفيق والسعادة وبتعبير نحن نقول سبع سعادات إن شاء الله شكرا لمتابعتكم سلام عليكم ورحمة الله